موسيقى مزال خير جمهورنا رياضي أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج فوت بلوس عبر قناة البلاد عدد اليوم نستقبل فيه ضيف خاص البطل الأولمبي والوزير المنتدى بالسابق كاتب دولة المكلف برياضية النخبة سيد نوردين مرسلي أهلا بك سيدي وشكرا لك على تلبيتك للدعوة أولا وقبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بكم وشكرك مع الإضافة وتحية طيبة إلى كل طاقم القناة البلاد وإلى كل الشعب الجزاري اللي نتمنى إن شاء الله حوار إن شاء الله يكون في حسن ظن كل الجزاريين شكرا لك إذا عدة قضايا سنناقشها اليوم رفقة ضيفي الكريم بداية سيد نوردين مرسلي ما الذي استخلصته من تجربتك ككاتب للدولة مكلف برياضية النخبة وأنت الذي كنت بطل للجزائر وشرفت الجزائر الخارجية هي نقدر أن نقول أن الواجب واجب وطني لأننا كنا في الميدان الرياضي تقريبا عشرين سنة في المستوى العالي وكانت الظروف الصعبة والقاسية اللي ألقنا وشرفنا الجزائر وما تخلينا نشعل الوطن تناق لما طلبوا مننا نداء الواجب الوطني كنا لنا فرح يعني ورحبنا بالقرار لأن هذا واجب وطني لأن الجزائر عطتنا الكثير وخلتنا نتألقوا لأنه رغم الظروف الصعبة والعلاقين إلا أن الإمكانيات المادية والمعنوية كانت دائما مفتوحة دائما بجنبنا ولهذا لما عيطونا باش نكونوا نشرفوا القطاع ونكونوا في هذا المنصف ككاتب الدولة اللي مخاص للنخبة رحبنا بالفكرة وقلنا بالجزائر لازم نبنوا الجزائر ونبنوا الرياضة الجزائرية بما أن لنا الكفاءة ولنا الخبرة والسروطات اللي على رأسها رئيس الجمهوريسي عبد المجلد تبون ومشكور ما دائما نقول أن باش يشوفوا ناس وطني مخلصين نرجعوا لاعتبار للرموز اللي صنعوا التاريخ في شدة المايدين هذه ما هي إلا دلالة على وطنة وخلاصة الجزائر احنا خدمنا في هذه الفترة مدتها تقريبا خمسة شهور والظروف كانت صعبة حقيقة كانت صعبة جدا لأن المرض الكورونا عطل كل قطاعات مش قطاع الرياضة فقط لأن احنا كان أهدافنا هي الطموحة تعناها هي نيل الميداليات والتألق النخبة في شدة الرياضة مش فيه لعب قوة فقط ولكن الظروف الصعبة والقاسية ما خلتناش لربما نحصلوا لأهدافتنا ولكن رغم دلشي كناش من جمدين صالحياتنا ولكن كان اجتهاد كان اجتهاد كبير بالنسبة للطاقم التاعلي الحيي الليل وكله كافة أو خبرة في الرياضة كنا نخرجوا في الميادين نظروا المشاءات هذه قبل ما يبدأ مرض الكورونا ولكن بعد شهر من نشاط تعناها ظهر ما لا ذكرها ولكن كنا نتحرك و كنا ناشطين فيه نشاطات على غير ربما بالتكريمات عديدة و على دسال المثال نشاطة الخارجية اللي خرجناها كناه زون رياضيين اللي كانوا في النسيان اللي رجائنا الاعتبار استقبنا رحنا حتى رياضي النخبة اللي كانوا يحضروا في الحاجات الصحي شفنا الظروب اللي كانوا يحضروا فيها استقبنا حتى في المكتب حلينات ما يقارب مئو عشين رياضي في النخبة المشاكل اللي كان عندهم مشاكل اجتماعي اللي كان عندهم مشاكل مادية كنا متوسطين لهذا الرياضيين واللي مقدرناش نحللوا مشاكلهم تواصلنا مع الزملاء الوزراء يعني كان ما يقارب 100 و 80 نشاط في العامل تاي أنا قد نقول اليوم أن النشاط اللي يقول يعني ما تقلقناش في هذا النشاط رأي الغلط لأن اللي يحكم على النشاط تاي والعامل تاي هي العائلة الرياضية تونموند قاعد للرياضيين ووجدنا نوردي مرسي كنت منه لو يعني أنا في العامل تاي في النشاط هذا ما هو إلا تسخينك هذا ما كنت نسخن في العضلة تاي بشي يعني نكمل كما يصدقل السباق طيب سيدي أنت كنت ككاتب دولة مكلف كاتب دولة مكلف برياضي النخبة في فترة صعبة فترة جائحة كورونا لما كنت رياضي أيضا كانت الجزائر تعيش ظروف صعبة نتحدث عن العشرية السوداء لكن أنت بصفتك ابن الرياضة الجزائرية ما هو الفرق بين أن نظرت نوردي مرسلي للرياضة الجزائرية كرياضي ونظرت نوردين مرسلي كوزير منتدب هو كاتب الدولة كما تفضلت هو ما هو إلا كم يقول لك سلاح درع لحماية الرياضيين الجزائريين لأنه كيكو عندك منصب حساس يكون عندك لك القوة باش تواجه بها الرياضي باش تحل مشاكل الرياضيين أنا ما كنش أقول بلي كاتب الدولة يعني هوا سلاح بوست بوليتيك لق أنا بالنسبة لي هو سلاح لباش نواجه الرياضيين نحل مشاكل تحوم نكون في قلب الرياضيين في الميدان كل الرياضيين هذا هي نية تحمل رغبة تحمل أنا راجل ميدان لازم نكون في الميدان لازم نكون في الواسطة الرياضيين ولهذا أقول كاتب الدولة بالنسبة للبطل العالمي الأولمبي يختلف يعني أنا كنت نشوف من الواجهة أني دائما أنا رياضي وشعبي ما كنش يعني نستعمل كاتب الدولة كمنصب سياسي كنت نستعمله يعني دائما فيتار الرياضي لأن أنا أقول الرياضة دائما تبقى للرياضيين وما لازمش تكون تسيسي لتسيسة الرياضة راح تصمع تحاوه راح تاريخ تحاوه ونهارت الرياضة الجزرية ولهذا كنشوف على سميثال في كل الدولة العالمة على كل حال اللي يتقلدوا هذا المناصب كاتب الدولة وليتقلدوا وزراء الرياضة لهم صلاحيات إدارة ولهم صلاحة الإمكانيات لأن هذا هو مفتاح النجاح فيبلك الفرق بالنظرة ربما لما عينتها في المنصب أصبحت تشاهد أمور لم تكن تشاهدها من قبل أكيد أن النظرة تختلف والله نظرة الرياضيين ونظرة العائلة الرياضة تختلف تماما ولكن نظرة السياسيين سلوطة عندها نظرة أخرى ولا نحتارم على كل حال القرار سلوطات العليا ونحتارم نظرة العائلة الرياضة كل إنسان عنده نظرة اهتجاه الرياضة الجزرية أنا نشوف دائما الرياضة نشوفها تألق ونشوفها نجاح ونشوفها صورة الرياضة ما بعض فيما تقول السياسيين هم عندها نظرة أخرى ونحترم نظرة السياسيين لأنهما هما ولكن نشوف فيها جهة جهة إيجابية وما يشوف فيها جهة سلبية في التألق الوزراء كيفاش يخدمه لأننا ما عنديش أول مرة نتقلد المنصف بكاتب الدولة يعني أول مرة وهذه تجربة نقول نفذنا ميدالية ذهبية بما أن خذنا هذه التجربة وتعلمنا عدة أشياء وعرفنا بل الإدارة والميدان الرئيسيين يختلف تماماً ولكن رغم هذا كانت عنا طموحات كانت عنا نية وإخلاص باش نخدمها هذا القطاع وكل إنسان عنده طريقة العمل عنده أفكار وليه جسدها في العمل والحمد لله الحمد لله الحاجة المهمة أني يعني تركت بصاماتي يعني كان فيه بعض البصامات إذن نقدر نقول سيد نوردين مرسلي حوالي أربع أشهر لم تكن كافية خاصة أنه تخلتها جائحة كورونا إلى أي مدى تمكن نوردين مرسلي من تحقيق الأهداف المسطرة والله غير أنا راضي بالعمل اللي قدمت للرياضين الجزائرين لأنك حلت عدة مشاكل للرياضين الجزائرين اللي كانوا في النسيان أنا كيما تفضل سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجد تبون قال لك نحن نرجع لإعتبار رموز الجزائر ولكن تمثلا عندكم دور ترجع الاتبار للرياضين الجزائرين كي نتكلم عن النخبة الوطنية نخبة مرش المستولى والمنافسة بالميدان ولكن أنا كنا نهضر على موسى كنا نهضر على بطروني كنا نهضر على الصيفي كلهم رموز الجزائر اللي قادر يعاونوا النخبة الوطنية بأفكارهم بالخبرة التي تحكم بالتجربة ولهذا نكون دائم نقسم العام التائم على هذا الرياضين ونرجع الاتبار حتى نكون لهم حافز يعرفوا بالدولة الجزائرية ما تنسى شروم واستحال لأن نقطة البداية لهذه الأجيال هما مورسلي هما حاسبو بمرقى نوريا ماجر بلومي مغاريا فوضيل كل دبالة كل هذه اللي طرق هما نقطة البداية وهما رمز ودافئ وحافز للرياضين ولهذا كان ضروري باش نقسم كل العام التائم ونشاور هذا الرياضين ورسول الله يقول لك أمركم وأمركم بينك مشورة حتى رسول الله كان مخير ومفضل لما يحب يأخذ قراء يشاور الصحابة ثم يأخذ قراء السلام ويطالق وإذا عزم تفتوك لأنه هكذا كنت ندير بالعمل تائم والحمد لله لقيت ترحيب كبير من العائلة الرياضية ورغم مصرور واش قدمت رغم فترة وجهزة صغيرة ورغم المنشاكل والعراقل والصعبات والمرض الكورونا إلى در تحديث والحمد لله الحمد لله طيب بالحديث عن الرياضيين الذين استقبلتهم وقمت بتكريمهم وحاولت أن تعيد لهم الاعتبار معظم هذه الرياضيين كانوا يطالبون عادة بمنصب بعد اعتزالهم طيب لماذا لا يتم التكفل بمطالبهم وتعيينهم في مناصب مباشرة بعد اعتزالهم للرياضة أنا تكلمت على هذا الموضوع واستقبلت كثير من الرياضي اللي تفضلت عندهم مشكل أصعب مرحلة وأخطر مرحلة بالنسبة للرياضي هي بعدما ينتهي مشوار الرياضي يعني كان بعض الرياضي نحن عندهم الفرصة يكون عندهم الأربع ميل بحو أموال يعني في السباقات ولكن لا يجتك كل الرياضيين عندهم الفرصة بحو أموال عن طريق الرياضة كورت القدم حقيقة تقول لي بحو أموال الرياضة اعترافية ولكن الرياضة الفردية عندهم مشكلة كبيرة مادية ولهذا ضروري ليقدم شيء للجزر وتقلق ورفض درية الجزر لازم يعطلوا اعتبار لازم كذلك يكون عنده ظروف حسنة المعيشة كان الرياضيين اللي ما عندهم شل ربما منصب شغل ندرنا اقتراحات وراسلنا وزار شاب ورياضة اللي رحبوا بالفكرة وكان حتى اللي ربما منها سميعرفوش تقريبا 400 ولا 500 ميل في رياض النخبة اللي رحي الدولة تدرس فيه وان شاء الله تحلهم مشاكل لتحهم لأنه راح الأمور تمشي تدريجيين كل مرة يعجو مشاكل الرياضيين كل سنة يعجو ونتمنى الخير لأن الجزر بسفة عامة لازم ترجع الاتبار للرياضيين وكان الناس في تقم الحكومي ويعرفوا هذا الرياض ويعرفوا لمجد وتريق الرياض ما يبنى إلا إذا أعطينا القيمة الحقية للرياضيين الماضي لأن تبني يعني مستقبل لازم تشوف للماضي لازم يكون دائما للماضي الجسر وهمزة نقطة لبناء مستقبل الرياضة الجزرية وهذا الرياضيين هما رموز ولازم نعطرهم اعتبار ونحلم كل مشاكل تحمل حتى يوصلوا في العامل تحمل نشاط الرياضة الجزرية ربما قضية ربما يجب أن نستغل لوجود نوردين مورس لما علاك نطرحها نتحدث عن قضية لعبة تينس نجمال جزائرية الشباب إيناس إيبو قضية التي أثرت جدل كبير اللعبة نشدت لعب تينس النمساوي دومينيك تيم بعد وقف إعانات لصندوق دعم اللعبين الشباب بالحادثة استدعى تدخل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر وطالبا من وزير الشباب والرياضة التكفل بها لو تحدثنا نوردين مورسلي عن هذه الحادثة وهل كان الأولى بنوردين مورسلي بصفته كاتب دولة مكلف برياضية النخبة الاهتمام بانشغالات هذه اللعبة أنا كنس كسمات التدخل رئيس الجمهورية أنا دائما أقول بني أن رئيس الجمهورية عنده موقع اتجاه الرياضة الجزائرية وراء شايف الطاقات وراء شايف المواهب التي قادرها تتألق وتخدم مصرحة الرياضة الجزائرية والتدخل ما هو كما تفضل إلا خدمة الوطن وخدمة الرياضة الجزائرية لكن قوله وإنس إبو هي رياضة متألقة ولها مستوى عالي منذ بدأت ناشطها الرياضي في تينيس أنا أتمنى هذا البطلة هذه إن شاء الله تكون على خطوات مونيكا سيلاز رياضين التي تألقوا ووصلوا المستوى علي نافرة تيلوفا مارتيني هينجز كلهم هذا رموز للتينيس إن شاء الله تكون على خطواتهم وإن شاء الله تدير بصمتهم في هذا الرياضة ورهم آلاف من أنيس إبو مايش هي واحدة فقط ولكن رياضين آخرين كذلك إن شاء الله يدعمهم ووصلوا يد المساعدة بشي تألقوا نحن مدى بنا كل الرياضة تألقوا هذك وكما تفضلت وقلت أن رئيس الجمهورة عنده نظرة اتجاه الرياضة الجزرية وكل ما هو اللي عنده موهبة في سواف يعني سواف الرياضة ولا في قطاع آخر رئيس الجمهورة قلب مفتوح من أجل خدمة الرياضة الجزرية وخدمة الجزرية بصفة عامة ماذا به كل شبال لنعولوا عليهم عندهم مواهب إن شاء الله يبنوا الجزرية وإن شاء الله سنقدموها للدولة تقدم المميذة المساعدة طيب هل لعبة إنس إبو اتصلت بكم سيدي أو بوزير شباب ورياضة هل طرحت من قبل انشغالتها قبل الوصول إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والله هو الكلام التح وتعليقات عن طريق التواصل الاجتماعي اللي خلق ضجة وبالبلاة كبيرة أنا دايب أقول كل واحد عنده تعبر تعبوا باش يوصل رسالة تعبوا أنا دايب أقول فيه نتمنى لو كانت على كل حال التلاصل مباشرة القطاع تعنا وإحنا كيكلفنا رئيس الجمهورية على بل وراء ينتظر من الكثير وإحنا معنا كنا معاولين باش نديروا يعني ما في وسنا باش الرياضة تعلق وننفروا كل الإمكانيات وليد المساعد للرياضين هو التواصل الاجتماعي على ربما اللي خلق بلبلة وخلق ضجة اللي حرك لربما القلوب الأشخاص الوطن المخلصين ولا أعرفها رئيس الجمهورية لأننا ما نحبوش رياضي ولا جزائري ينظل في دولة أجنبية عنا معزة وعنا غير على أبناء ولهذا كان تحرك رئيس الجمهورية يعني سريع وتكلم الزميلي السيخالدي القطاع باشي حل كل مشاكل وهذه لما تحلها مشاكل تكون دافع قوي للأجيال الرجال وتعرب للجزائر دائما هل فيه اليوم رياضيين أمتال لعبة إيناس إيبو يعني لعبين ربما عندهم كفاءات عندهم مواهب لكن ينتظرون التفاتة من السلطات الجزائرية بما أن الالتفاتة والمسادعة قدمت إيناس إيبو أكيد باللي كان ملايين من أبطال رياضيين ينتظر في المساعدة والدولة الجزائرية لن تخيب الأمال هذا الرياضيين كما تفضل تألق هذا الرياضيين تألق صورة الجزائر ولا تعرف باللي نقول لك باللي أن ميدالية أولمبية في العلاب الأولمبية لما يعزب في الناشيد وتطلع عن راية الجزائر وكانت تقريبا خمس ملاير فالكورة الأرضية ما يقارب يشوفوا هذه اللحظة ينطلوا ألف سفير ما يخدم صورة الرياضة ولهذا ضروري باش نعطوا دعم ونعطوا كل الصلاح لرياضة الجزائرية لأن احنا حبنا ولا كرهنا الرياضي يقدر يخدم صورة الرياضة الجزائرية ويقدر يدير أشياء كبيرة للجزائر طيب سيد نوردين مرسلي ما الذي يحول دون وصول أصوات الرياضيين الشباب يعني دون وصول أصداءهم إلى ربما إلى الوزير إلى رئيس اللجنة الأولمبية إلى رئيس الجمهورية هل فيه ربما وساطات هي التي تعرقل دائما وصول أصوات هذه الرياضيين لما يكون أشخاص في أي مكان حساس قطاع ما عنده مصلحة الوطن وهمه الوحيد أن تجارة يعني يأتي في المصر وتسيبوا بيزنس وما يطلق أهمية للرياض وما يطلق أهمية للشباب هذاك لا يخطل أصوات الرياضيين هذا يكسر باش ما يخليش الصوت على الرياضي الحق ولهذا أنتم كإعلاميين اللي شكركم كثير وقدمتوا أشياء كبيرة في العشر السوداء وفي الظروف الصعباء ألقتوا ووصلتوا أصوات الرياضيين وهذا مهم جدا أن أصوات لأنكم كإعلاميين ضروري باش الصوت أي شاب جزري اللي عنده مشاكل اللي عنده موهبة قادر يبني الجزر لازم تساعدوه وتوقفوا معاك كما وقفتم معنا في مشوارنا الرياضي ونأعتز ونقولها اليوم ونقولها غد ونقولها في المستقبل الأجياء أنكم أنتم الدافع القائل لصنع الرياضة الجزرية لصنع صورة الجزرية لصنع مستقبل الجزرية ولازم تضامنه مع هذا الأبطال ومع الشخصيات السياسية إذن لكي نبقى في نفس السياق هل كان يتابع نوردين مرسلي إنشغالات أو أصداء أو مطالب الرياضيين عبر وسائل الإعلام ومنهم وسائل توصل الاجتماعي أنا صغيرة وكبيرة في ميدان رياضي أي شاب يعني يكون حاجة كان يتقم الله يبارك معي يرافقني في كل تعليقات عن الرياضيين في الجرائد في توصل الاجتماعي في القناة كنت تنتبه صغيرة وكبيرة كنت على علم كل شيء واشراء يسراء وهذا ضروري لما يكون واحد مكلب بالرياضة لازم يعرف واشراء في الرياضة الجزرية حتى أنت تكون وسيط وتكون دافع قوي لأن المسؤولين المكلفوك لازم هذا المشاكل متوصلهم بشي متوصلهم بشي لهم هم عندهم ورقرهم ومنجيلوا مشاكل جزراء عالميين ولهذا كل واحد القطاع لازم يأخذ الأمور باعتبار ويعمل يعني ما هي الأمور أو أبرز النقاط التي لم يتمكن نوردين مورسلي من الوصول إلى ربما تحقيقها في الفترة هذه الصغيرة التي توليتم فيها منصب كاتب دولة مكلف برياضيين النخبة نحن كان هدفنا وطمحنا هي الألعاب البحر المتوسط والألعاب الأولمبية هذا هو كان الأمال تعاني وهدفنا وهدف كل الرياضة النخبة نحن كنا مكلفين بالميداريات والتألق النخبة الوطنية هذو من الأهداف اللي لربما يعني أنا نتأسف لأننا ما قدرش نحق هذه الأهداف لأن الظروف الصعبة اللي كان عايشها الفريق الوطني بصفة عامة في كوريا النخبة الوطنية ما سمح حتى لمش يحضروا لأنهم كانوا في حاجر صحي وكانوا يعملوا تقريب 15% وهو مو سبقا كانوا يعملوا 100% التدريب فكتا من واحد في الحاجر الصحي بطولات إفريقية بطولات إفريقية في شطة الرياضات عربية كانوا رياضين نتألنا في المستوى المطلوب وكنا ناويين وكاننا نسلنا ومنهم بش يجبون ميداليات ولكن ألغيت هذه المنافسات وبالتالي ما كانش الفرصة بش نجبو ذلك الميداليات ولكن هذه حد يصرت في كل العلم يكون رياضين في الدولة العلم عندهم نفس المشكل ووجهوا نفس المشكل هذا هو ما ربما ما كانت ناش الفرصة بش نحق هذه الأهداف ولكن حقا أهداف آخرين كما تضحل لنا مشكل رياضيين استقبلنا الرياضين ونحن نراضيين وشي لدنا هل هذا التوقف لجميع المنافسات الرياضية عبر العالم ومنهم الجزائر أترى سلبا فقط على المنافسين أو الرياضيين الجزائر أنه أترى بأشياء ربما بعض الأشياء إيجابية أنا أقول أن الرياضي النخبة الوطنية وللمستوى ما يتوقفش لما يتوقف في النهار يومين راح له كل شيء ولهذا لما قدمت مشروع الذي نتمنى إن شاء الله تكون استمرارية فيه هو ما يسمى لأننا 17 مشاءة رياضة في الجزائر في تراب الوطن نحن شفنا في الجالية الجزائريين الأربع من الذين جاءوا من خارج بسبب هذا المرض الخطير لما نجيبوا جالية ما يقارب 1200 رياضي نحطوهم في فندق مدة 15 يوم يقارب مسالمين مؤافين ونحن في الوقت اللي كنا 20 الفترة كانت تقريبا 25 رياضي النقبل اللي كان راح ينشرف في الجزائر وفيه بعض ما يقارب ببالك 20 و30 رياضي اللي كان يجروا على بطاقة التأهل باش يتأهلوا اللعبة الأوليبية كانت عندنا هدورة صعبة ما كان يحضروا وقدمنا مشروع قلنا 17 مشاعر رياضية الله يبارك فيها كل الوسائل باش تخلي هذا الرياضي لازم نحطههم في مركب رياضي وندرهم طاقم طبي مرافق معهم وندرهم تحالية طبية لما تكون طاقم تحالية طبية سلبية نحطهم ويكون لهم كلهم صلاحية حتى يحضروا في الظروف عادية لأن هذا الرياضي مسيف عامة قلنا المرضي لا يكمل ثرب سنة و سنتين ونحن مقبلين على لا يمكن توقف لا يمكن نتوقف وبالتالي كنا أعطي فرصة للرياضي باش يحضروا في الظروف حسنة يتألقوا ويدلون ويشرفوا الجزائر الرياضي مستحيل يتوقف إلا يتوقف ما أنا أخذيت هذا التجاري في حياتي الرياضية لما تعرض الإصابات كي تريع عشر أيام راح تليقتعك تأتي كثير على مستقبل ولهذا أنا استقبلت الرياضيين في المكتب لما كنت ما يقارب 100 و20 رياضي كلهم نخبة وتحاورت معهم شاورت ما قالك ودينا ما نقدرش حضره بمعنى نحن الجزائر طالبتنا بالمستوى العليم لازم تشوفون الحل والحل موجود الحمد لله الحل موجود ولكن ما هي إلا التضامن لازم يكون تضامن واتحاد ومشاورة حنال الشيء اللي يهمنا أن مصلحة الوطن مصلحة الرياضين الصحة هي الصحة أساس النجاة شكرا لك إذا نوردير مورس ليسا نعود أو نواصل للنقاش لكن بعد هذا الفصل اللي شهري مشاهدين الكرام عودة مجددة مشاهدين الكرام إلى الجزء الثاني من برنامج فوت بلوس عبر قناة البلاد وجدد الترحيب بين أوردين مورس للبطل الجزائري الأولمبي والوزير المنتدى بالسابق أهلا بك مجددا أهلا بك إذن نمر إلى نقطة أخرى سيدي نوردين مورس لي بعد التعديل الحكومي الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية السيدة أبد المجيد تبون الذي تم فيه إعفاؤكم من منصبكم ككاتب للدولة مكلف برياضية النخبة الكثير تحدث عبر الإعلام أو المتتبعين عن نيتكم في الترشح إلى منصب رئيس لجنة الأولمبية الجزائرية هل فعلا نوردين مورس ينوي الترشح لهذا المنصب لو نرجع الوراء في الألفين الألعاب الأولمبية بسللي مورس لي طوال صفحة مشوار رياضي في الميدان المكان الساعد وطني نحييه نحيي كل زملاء رياضي المغاربة ضرب ست سنة وخمس سنوات جيت أنا أديت لما كانت تعود ألقت مدة سبع سنوات رقم واحد على بين طوالما جاه يشام القروج وأنا أقول الوقت اللي إنسان لازم يسلم المشعل لازم يسلم المشعل وخرجت يعني من باب الوسع وطلقت الرياضة في القمة والحمد لله وتلك الأيام نداوي لها بالناس في الرياضة في المناصب في أي مكان لازم يعرف باللي الدوام الحال من المؤحل كل واحد عنده وقته ولكن الشيء الضروري المهم جدا أنه إنسان يدير باصماته باصماته لرياضة الجزرية ما تبقى إذا كانت فيها خير أي خير ليه وإذا كانت شر رأيه مصيبة ولهذا قرار رئاسي لما عينت من طرف رئيس الجمهور أرحب بالفكرة ولما تمت نحياتي من مصر أرحب بالفكرة هذا قرار سياسي ما يعلمه إلا السياسيين وسلطة العليا وهذا من مكاتب المولى عز وجل يعني الإيسان في الدنيا يتمنى ألف حاجة ألف حاجة يتمنى هيدينها ولكن رب يأتك حاجة وقت حاجة فقط لأن الأخرى فيها الشر هذا أن تكره شيء واخره لك ولهذا نكون قانع كفقي الزمالة الوزراء نحن كنا عزمين باش نخدمون تألقوا ولكن استراتيجية السلطة يعني والسلطة العالم نظرة اتجاه الحكومة هي على بل كيف تصير الأمور الحمد لله بما أنا قلت بلي أن التألق التاعي والنجاح تاعي في المحافل الدولية والشرف أني هرفضت الرأي الجزائر أنا والزمالة حاسب المرقى وهو شرف الجميع الجزائرية وغرفت لكل الجزائرين والجزائرين وقفوا معايا في ذلك الفترة وما تخلىوش على الداحمتها والمعنوي اليوم كذلك الجزائر المطالب النوردي المرسي بمواصلة مشوارها رياض الجزائر ومساعدة الرياضة الجزائرية ولو نقول أن مهما ندير الجزائر مهما نرجعو لها الخير ما نعطرها شواش أعطتنا الظروف الصعبة لقيت كل يد المساعدة من طرف السلطات الجزائرية وبدأوا ما نسمي الأسماء وكل السلطات وكل رؤساء وكل اللي كانوا يتقدروا مصر لقيت مساعدة لهم يعدين المشكلة حتى اليوم نية السلطات الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية البمان مفتوحين هنا في خدمة الوطن ولو مرة نوردي مورسلي يدور ظهره على الجزائر وحابين أن نوصلوا بمشوارنا وخدمة الوطن أنا في خدمة الجزائر وحتى واحد ما نعني ونحارب ونجهد وإن شاء الله حتى آخر نفس كما حارب ونجهد لكننا تحدث عن منصب رئيس للجنة الأولمبية هذا المنصب الذي يبقى شاغرا منذ الهزات الارتدادية التي ضربت هذه الهيئة منصب لا يتطلب تعيين إنما يتطلب رغبة من أشخاص يترشحون يقدمون أنفسهم لرئاسة هذه اللجنة هل نوردين مرسلي من بين هؤلاء الأشخاص كي تكون عائلة رياضية منطالبة من السلطات العالية اللي هم هم الوحيد أن الوطن يتعلق في الرياضة أو الفجاء أنا مستعد باش نحكم المشهد ولكن أنا أقول اليوم سب ما هوش الوقت المناسب لنتكلم على باش نترى أصل لجنة الأولمبية البيبان ونفتوحها ونشوف الظروف وندرس الإيجابيات والسلبيات لأن اليوم اللجنة الأولمبية كما شدت وكان فيها سرعات كبارة ونا لا داعي باش ندخل بذلك السرعات ولا داعي باش نحي الماضي لأن يقول لك الحمد لله للماضي أصبح ماضي إنسان ينظر لمستقبل الجزر ومستقبل رياضة الجزرية حنا في خدمة الوطن ولكن الأبوام متوحة وموش الوقت اللي نخمب ولا نقرر سيأتي إن شاء الله يعني لأن الأولمبياد مازال بعيدة وعن إن شاء الله الوقت الكافي ويسهن ويشوف ويفكر ويشوف الإيجابات ويشوف البيت وحنا في خدمة الوطن وللأبوام مفتوحة طيب أنت سيدي ترفض الحديث ربما عن الصراعات لكن كتعليق هل هذه الصراعات التي ميزت اللجنة الأولمبية طيلة السنوات السابقة أثرت على تأهل الرياضيين الجزائريين للألعاب الأولمبية أكبر شطوا تصريحات تاعفليسي وصرافليسي وصراوا عدة رياضيين لم أعطوا لهم المرحة لم أعطوا لهم لم أعطوا لهم لم أعطوا لهم لهم الظروف تحتى التحضير دلوا لهم مشاكل عراقية نحاول لهم كل الأشياء التي خلوتهم يتألقوا أنا أقول الصراعات والمشاكل نخليها الوراء وما تكون لأن لما تكون قضية وطنية لازم تضامن لازم اتحاد لازم نشوف ما هو أجمل وأحسن هي الرياضة الجزء وهي الوطن لأن هذه المشاكل التي يصروا في اللجنة الأولمبية أنا أقول ربما أنا أقول الرياضة ترمز للأخوة المحبة ترمز سالة واحد لم يكن يكون الخلافات لأن هذه تخدم صورة الرياضة للجنة الأولمبية ولا صورة الرياضة ولا قطاع الرياضي أنا أعلم لقد كنت في اللجنة الأولمبية الدولية كان شرف وتأول الجزالي وشرف لكل الجزالي أن نفت المشعل وفي المشعل كان فيه قميص مكتوب عليه إذا نقدر نندمج ونعيش مع العالم لمدة ثلاث أسبوع لماذا لا نعيش مع العالمين للأبد لأنه اختلاف الأفكار الأراء البشرة الالتقال كلهم عايشين في ذلك الفترة كل هالنقاط الرياضة يوحدهم رغم كل اختلاف هذه صورة الرياضة وأمال لجنة الأولمبية ومعنى الأولمبياد هي التوحيد العالم ما تكونش عنصرية ما تكونش خلافات ما تكونش مشاكل هذه ولهذا نتمنى احنا الرياضة الجزرية تكون تتوحد كل مسؤول يدون يدفل يد يعني ويخذبون للرياضة الجزرية والجزائر وأنا نتأسف لتأسف كثير لأن لما جيت هذه القطاع الصح كانت ماشية الكبيرة ولكن الحمد لله إنسان يأخذ الأمر بالمنطقة للمشاكل باش يوصلوا مشوار معجل الرياضة وخدمة الوطن طيب صرحتهم من قبل أن الرياضة الجزرية لا تزال تعيش على وقع أو موجود فيها بعض الأشخاص إن صح تعبرهم دخلاء يؤثرون بالسلب على الرياضة الجزرية من تقصدون بهؤلاء الأشخاص أنا لما أتكلم على فساد الرياضة ولعصابة الرياضة الجزرية أقي الأساس والمفتاح الفساد والعصابة اللي تكسر الوطن وتكسر الأمنية وتكسر المواهب الجزائية اللي هي أمل المستقبل تبدأ من الإدارة لما يكونوا إداريين ما عندهمش علاقة بالوطن ما عندهمش ميولة الوطن ما عندهمش مصلحة حط الوطن أساسه أنهم يديروا الشهر هو يتألقوا عن طريق أشخاص رموز يكسرهم أنا ما أتقبلش هذا الأمور أنا ما أتقبلش الأمور واحد يجي باش يكسر مورسليب والمرقة ماجر وليكستر هذا رموز هذا نقطة البداية هذا هو من اللي سنبول تعد الجزر باش يقتد الجيل بهذا الرموز الأساس والفساد الأول يبدأ في الإدارة أنا نقولها ونكرها ثم تنتقل لأنها تكون مؤامرة من بعد تنتقل إلى الرشوة تنتقل إلى المنشطات المنشطات فساد رياضي هذا فساد أسمح لي نكمل لأن الرياضة يحكمون بالمنشطات واللجنة الأوليبية الدولية يتعاقبوا وكل الصحف وكل قناة العام يتكلموا ماشي طربة ماشي صفعة لصورة الجزائر ماشي فساد ماشي دمار المستقبل للشباب ومستقبل صورة الجزائر هذا فساد رياضي كنت تكلم عن الرشوة نسيب على فريق الشاب متألق في كورت قدم ونعط الرشوة باش نهدمه الريب أهمل وطموحات اللاعبين هذا ماشي فساد رياضي الآفات الاجتماعية والعنف الملاعب هذا ماشي فساد رياضي أنا كنتكلم صفعة ما يعني الفساد ووضع العصاب الرياضي هذو هم اللي دمروا صوت الرياضي اللازم الناس تكون عندها كفاءة تكون نازيها تكون عندها محبة الوطن يساعدوا الرياضيين يحلوا المشاكل الرياضة هذو هم اللي يخدموا الوطن يزينة من هذا الانسان اللي يحب يجي المنصب يبني صمعة ويبني مكانة ويدمر الرياضة الجزائرية ما تقدرش تبني أسم أنا أقولها اليوم ما يقدرش إنسان يبني أسم عن طريق الرياضة ولا عن طريق الثقافة ولا عن طريق أي قطاع لو ما يتألقش وما يخدمش وما يشتهجش وما يمتش يد المساعدة للرياضين وحل المشاكل ويكون قدوة لسورة الرياضة طيب لما نتحدث عن الفساد الرياضي كان فيه مؤخرا خطوة عملاقة للرياضة الجزائرية فيما صار محاربة الفساد الرياضي أتحدث عن قضية تسجيل تسريب التسجيل الصوتي بين رئيس ويفاق السطيف والمناجر ناسيم سعداوي لأول مرة ربما تابعنا كل هذا التضخيم الإعلامي تابعنا قضية تتعلق بالفساد الرياضي تمر عبر العدالة الجزائرية ويكون فيه قرارات شفنا حتى السجن ولو أنه سجن مؤقت في انتظار استكمال التحقيق هل هذا يبعت بالأمل بخصوص محاربة الفساد الرياضي أنا نحي فريق صطيف فريق اللي يجاب عجسا وجاب صالحي اللي ادار الروح الرياضية ادار جائزة الروح الرياضة عالية في لوزان ورمز للروح الرياضة رمز للرياضة الجزائرية رمز لكل الشبان اللي مرسوا الرياضة أنا أقول أشياء هذه الإصرات ما نرح اللوم رئيس الرابطة ولا رئيس الفريق كيف عادلة تفصل في هذه الملفات وإذا جاءك واحد يشتكي ويقول لك اليوم رام ظلموني وفقد الباصر الأربع الآخر في الغي فقد ثنين من الباصر وليهذا ما نحكم ولكن عادلة هي اللي تفصل ولكن دائما نقول لازم يكون تنسيق بين رئيس الاتحادية لكورة قدم ورئيس الرابطة وكذلك الوزير المعني بالقطاع وكل إطارات معنيين باش نحاربوا الفساد الرياضي هذا الأمور ما تخدمش مصلحة الرياضة وما تخدمش مصلحة الشباب اللي عنده أمل باش تتعلق ويرفد المشاعل هذا الأمور وكيف يقول أنه نرجع كل شي نرجع لعدلة ما نظلم واحد ما يظلم نخلو العدلة هي تحكم العدلة الجزاري في المستوى المطلوبية تحكم على كل هذا الأمور طيب كل هذا ينبئ أنه ما صار أو طريق مكافحة الفساد أو قطار مكافحة الفساد يتواجد في السكة الصحيحة والله الحمد لله رب العالمين أننا تقم في المستوى المطلوب كله كفاء كله خبرة عنا رئيس يتميز بالوطنية مخلص مش مسهل باش واحد يترشع انتخابات الرئاسية والظروف الصعبة القاسية وانتو تعرف التشتت والاختلافات الشعب الجزمن قاسم ويجي وقل لك هنا لازم نترشح ونرفض الرئيس على الجزائر ونخدم أصلاح حتى الرئيس الجزائر وكي نتكلم من الناس على بلها باللي سيدة رئيس الجمهورية سيد بن مجد تبون عنده كفاء وخبرة وهو كان ضحية كان ضحية بدأت وضحية ضحية في وقت ما لأن هذا حررني أنا حررك أنت حرر كل الطاقة من الحكومة وحرر رئيس الجمهورية وإن شاء الله سنكون تضامن بنتنا يتلحاد بنتنا لأن واحد من فريد في الحياة لا يستطيع أن يحمل هم الجزائر ولكن باش يتألق ونساعدوه الشعب الجزائري الجيش الأمن وكلنا لازم نتحته ونضامنه ونكون على صف واحد من أجل بناء الجزائر وفي شدة الميدين وإن شاء الله ربي وفقنا وفق الجميع إن شاء الله طيب نوردين مرسلي نتحدث عن جائحة كورونا التي أثرت على الكثير من الأمور من بينها الرياضة الجزائرية وأدت بالله إلى توقف طويل للمنافسات الرياضية ما رأي نوردين مرسلي في استعناف المنافسات الرياضية من عدمه خاصة أن القضية أثرت جد الكبير بين الرياضيين فيه بعض الأشخاص يفضلون العودة بشروط وبعض الأشخاص يفضلون توقيف المنافسات هي في الحقيقة أشوف نقول لك أن الرياضة الفردية ما لهاش يعني نظر تقدر الرياضة الفردية تحدث الرياضة الفردية والجماعية على رسول كارب القدر أرى أرى لنتكلم معك أن الرياضة الفردية لربما يكون فيها احتكاك نقدر نعطيها فرصة باش تتدرب وتتعلق يعني في موشة رياضي أما بالنسبة الرياضة الجزائرية نتكلم عن الرياضة الجمعية اللي هي كورة القادم ولا كورة اليد أنا أقول كذلك هم لا حق ولازم يسيبهم حل لأنا أنا أقول بلدان مصلحة الوطن صحة الموطن صحة الرياضي أساس كل شي إذا دمرنا صحة الرياضين راح تألق وراح النجاح وهدمنا كل شي ولهذا نقول أن السلطات الأليا اللي هو رئيس الجمهورية القائد الأول للجزائريين هو دائما يخم على مصلحة الوطن ومسكيفة نبني الوطن وصحة الوطن هي أساس كل شي لازم كذلك مشاورة اللجنة الوطن الصحة التي تفضل بها محمد بركاني وقال لك رأي فيها خطورة رأي فيها خطورة على مصلحة الوطن ومصلحة المواطن ومصلحة الرياضيين ونقول أساس بناء الرياضة الجزائية الصحة ويقوم قرار الأول والأخير من صلاحيات وزارة الصحة ويكون يعني تشهور مع سلطة العليا لأن هذا ويجب أن يكون الاتحاد كما تفضلت يعني المصلحة الوطن أساس كل شي ونحن نتمنى من المولى الزوجة أن يرفع لأن الوباء لأن الوباء هذا ماشي إلا هنا في الجزائي ولك في كل عالم كنشوف في الولايات المتحدة ما يقارب 45 مليون فقد المنصة تعالى كل معظم الشركات إفلاس وهذا هي عائق كبير في النمو والاقتصاد وتطور ولكن لازم نضامنه في هذه الفترة الصعبة في الحساسة ونكون على حذر والأشياء اللي رأي جاء إن شاء الله ستكون خير وأفضل للجزائري إن شاء الله طيب هل ترى نوردين مورسلي في قضية أخرى أن المنشآت الرياضية في الجزائر على نقص عددها تشكل عائق كبير بالنسبة لتحضيرات الرياضيين الجزائريين وهل تابعتهم بعض المشاريع الرياضية المتواجدة في طول الإنجاز في الجزائر أتحدث بوجهه الخصوص على الملاعب الجزائرية طول الإنجاز هي عن ملاعب راقية تماما ملاعب ضخمة واللي صورة حقيقية لرياضة الجزائرية هذا المشارع ان شاء الله ستكون مفتوحة قرب وقت رهي في طول الإنجاز وهذا هذا نجاح وتألق للرياضة الجزائرية وفيها موشآت فرضية في كل تورا بالوطن عن أقل 17 موشآت رياضية فيها موشآت في الارتفاع ولكن فيها إماكن مرتفعة التي نخصوها للرياضة الفرضية ولكن هذه الموشآت لازم نرجع لإعتبار ولازم لها تصليح ولازم لها ترميم لأننا كنا نخرج للخارج ونحضر لتكلفنا مبالغ كبيرة ولكن حتى تأثر على المرضود تعني أن يكون فيها إرهاق لما تسافر لتالواء المكسيك وللولاية المتحدة يقارب 12 ساعات وفيها اختلاف الساعات هذه كلها تأطرة نحن نشوف في بعض الدول المجاورة عندهم مراكز للتحضير ويحضروا في بلد ما يستفادوا حتى من الدخل يعني المبالغ ما يجي بالعملة الصعبة لأنها رياض الأجانب يحضروا فيها نحن لدينا أماكن روعة على زورتها ولكن لازم لها ترميم ولازم لها يكون صلاحيات لازم لها طاقم يسيرها وماذا بين حضروا في بلدنا والجزارة بما أن يعني استرفت مبالغ كبير على المنشآت يعني لماذا نخلوها في الإهمال والذكرى ذا وتروح الأخرى لماذا لا نفتحها للرياضي لماذا نتحدث عن بناء منشآت جديدة وفيه منشآت موجودة أصلا هذا هو لأن هذه المنشآت راهي الجزيرة استرفت أمور كبير عليها لماذا أنا ماذا بناء يكون نديروا الترميم من هذه المنشآت يعني ونحافظوا على الخزينة الجزائرية اللي ربما أموال تروح يعني هكذا كنبعطروها بدل ما نستعملها في أمور أخرى عندنا مشآت اللي إن شاء الله يكون في لها ترميم وطرب اللي نموت على السكن على الجزائر كل سنة وإذا يعني اقتضى الأمر باش نزيدوا مشآت والدولة راهي مستعدة باش تفتح مشآت جديدة ولكن أول نطلع صلاحية المشآت اللي راهي موجودة باش نطورها ونحسنها ونخليها يعني في خدمة الشباب الجزائرية إذن كسؤال الأخير كيف يمكن للجزائر ورياضة الجزائرية أن تخرج من مخلفات فيروس كورونا بعد القضاء على هذا الوباء بإذن الله هي التضامن هي الاتحاد والوقاية لأن الأمر صعب لازم نخوش ما نتهونوش في هذا الأمر عالم يرى أثر كل القطاعات ويا باش نخرجوه من هذا الأخرى على كل حد نتمنى والمؤلاء الزوجة لأن الأمر في بيض المؤلاء الزوجة ولكن لازم يكون تضامن ونخذ الحذر تعنا الوقاية خير من العلاج كأن إجراءات يعني وقاية لازم يأخذها المواطن الجزائري هو يأخذ كل هذه الكمامات غسل يدين التضامن يأخذ الحذر يعني العدوة رأي خطيرة المرضى هذا ليس يعني إنسان يحفظ نفسه يحفظ كل على كل أفراد على كل الشعب الجزائري لأن العدوة لما تنتقل من فرد إلى فرد وطرعها رأي أمم ورا ولهذا نقول باش نخرج من هذا المأزا ونخرج من هذا المشكلة التي أطر على هذا الوباء لازم نتضامن لازم نتحده ونأخذ الأمور والوقاية بين اعتبار كلمة آخيرة سيد نورتي المرسلي كلمة آخيرة نتمنى إن شاء الله باش نبنو الجزائري وباش تتعلق الجزائري نضع اليد في اليد لازم نتضامن لأن يد واحدة ما تصفق الهم رأيه يهم كل الجزائريين هم الجزائريين هو لازم نكون في صف واحد لازم ما تكونش الاختلافات لازم ما يكونش تشتت رأينا شفنا في عدة دول مجاورة واش أصرى فيها يعني سياسة فرق تسود لما الشعب لما يتشتت وكل واحد يضرم من جيته هذا يشكل ضعف ولهذا القوة واجبة والقوة باش تكون بالاتحاد لازم كلنا مجبرين على أن نتضامن ونتحد مع السلطات مع الجيش مع الأمن واليد في اليد لبناء الجزائريين ومشتقبل باش تكون جزائريين جديدين شكرا لك أيضا سيد نوردين مرسلي على كل تصريحاتك وتوضيحاتك أيضا مشاهدين بيضا نصل إلى نهاية عدد اليوم وعدنا كالعادة يتجدد في نفس التوقيت وعلى قناة البلاد في أمان الله اشتركوا في القناة